أهلاً وسهلاً بطلبة الصف الأول السنوي في أول درس من دروس مادة الأحياء إن شاء الله على كناة المختصر المفيد هشرح لكم مادة الأحياء بطريقة بسيطة وسهلة جداً سهل عليكم أي حاجة صعبة تقابلكم في المنهج أهم حاجة اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشارات وشاركوا فيديوهات الشرح دي مع أصحابكم علشان الكل يستفيد في الفصل الأول من مادة الأحياء هنتكلم عن التركيب الكيميائي لأجسام الكائنات الحية أول درس هو درس التمهيد يعني نشرح فيه الجزئيات البيولوجية الكبيرة مبدعياً كده أجسام الكائنات الحية الراكية وطبعاً اللي الإنسان بيكون في مقدمتهم بتتكون مجموعة أجهزة زي مثلاً الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، الجهاز البولي الأجهزة دي بتتكون مجموعة أعضاء زي مثلاً المعدة، البلعوم، المريء كل عدو من الأعضاء دي بتتكون من مجموعة أنسجة زي النسيج الضوم والنسيج العضلي النسيج نفسه بيتكون بعد كده من مجموعة خلايا فمثلاً الخلايا المكونة للجهاز العصبي بتكون خلايا عصبية كل خلايا بتتكون من مجموعة عضيات زي مثلاً النواع أو السيتو جلاس أو الميتوكندريا كل عضي بتكون مجموعة جزئيات في منها الجزيات الكبيرة وفي منها الجزيات الصغيرة زي مثلا المية كل جزيه بيتكون من مجموعة زرات فعندنا مثلا المية بتتكون من زرتين هيدروجين وزرة اكسوجين واحدة لو هنصنف الجزيات اللي بتدخل في تركيب الكائنة الحية هنصنفها النوعين النوع الأول هي اسمع الجزيات العضوية والنوع الثاني هي جزيات غير عضوية طيب ايه اللي بيميز كل نوع من الجزيات دي عن الثانية الجزيات العضوية بتتميز بانها جزيات كبيرة الحج جزيات بتحتوي على زرات الكربون ولا هيدروجين وده بيكون بشكل اساسي الجزيات العضوية بتسمى الجزيات البالوجية الكبيرة ومعظمها بيسمى باسم البوليمرات ده غير انها بتكون ضرورية لحياة الكائن الحي الجزيات العضوية دي او البوليمرات بتتكون مجموعة جزيات اصغر منها بتسمى مونيمرات عن طريق عملية اسمعها عملية البالمراء ومثال على ذلك الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات والاحفاد النووية لكن الجزيات الغير عضوية مش شرط ان هي بتتكون من زرات الكربون او هيدروجين ومثال على الجزيات الغير عضوية هي المية والاملاح المعدنية فدلوقتي لو هنعرف الجزيات البالوجية الكبيرة هنقول انها جزيات عضوية كبيرة الحجم تتكون من جزيات اصغر حجما تحتوي جميعها على عنصر الكربون وابتكون ضرورية لحياة الكائنات الحية طيب ايه البوليمرات دي؟ معظم الجزيات العضوية اللي لسه معرفينها دي بيطلق عليها اسم البوليمرات فلما نيجي نعرف البوليمرات هنقول انها جزيات بيولوجية كبيرة بتتكون من اتحاد جزيات اصغر حجما تسمى منيمرات خلال او عن طريق عملية اسمها عملية البلمرة كلمة بوليمر هي كلمة يورينية بتتكون من جزيين الجزي الاول هو بولي وده معناه متعدد او عديد وجزي التاني هو مير ومعناه جز وكلمة مونمر هي كلمة يورينية مكونة من جزيين الجزي الاول هو مونو ومعناه واحد بس وجزي التاني هو مير ومعناه جز طيب تعالى نعرف بقى المونيمرات هنقول انها جزييات صغيرة الحجم تتحد مع بعضها خلال عملية اسمها عملية البلمرة لتكوين جزييات كبيرة في الحجم اسمها البوليمرات طيب ايه هو تعريف عملية البلمرة نفسها هنقول انها عملية تكوين الجزيات الكبيرة اللي هي البوليمرات من الجزييات الصغيرة اللي هي المونيمرات او عملية اتحاد المونيمرات لتكوين البوليمرات الجزييات العضوية الكبيرة دي بيتم تقسيمها حسب تركيبها الجزي او حسب وظفتها الى اربع مجموعات المجموعة الاولى هي القرباءيدرات والمجموعة التانية هي الليبيدات والمجموعة التالتة وهي البروتينات والمجموعة الرواه وهي الاحماد النووي الاربع مجموعة دول هما البوليمرات كل بوليمر منهم بيتكون من مونميرات أصغر منهم فعندنا مثلا الكرباهيدرات بتتكون من السكر الأحادي والليبيدات بتتكون من حمضة دهني والبروتنات بتتكون من حمضة أميني والأحماض النووية بتتكون من النيوكلوتيدا فيجينا مثلا سؤال كده في الآخر يقول لك قارن ما بين البوليمرات وما بين المونميرات هنقول إن البوليمرات هي جزيئات عضوية كبيرة الحجم تتكون من اتحاد جزيئات أصغر حجما اللي هي المونميرات عن طريق عملية البلمرة ومثال على البوليمرات عندنا الكرباهيدرات والليبيدات والبروتنات والأحماض النووية ولكن المونميرات هي جزيئات عضوية صغيرة الحجم تكون الجزيئات الأكبر حجما اللي هي البوليمرات عن طريق عملية البلمرة ومثال على ذلك السكرية الأحادية والأحماض الدونية والأحماض الأمانية والنيوكليدات وكده نبقى خلصنا الدرس التمهيدي الأول واستنوا الدرس الثاني اللي هنشرح فيه الكرباهيدرات ترجمة نانسي قنقر